وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكا واستكمال بنيتها الأساسية لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عاليا مستوى يوفر الكوادر المؤهلة لتعامل مع آليات الميكانة الزراعية المتطورة وأساليب الرأي الحديث جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير وعدد من المسؤولين لمتابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العوينات وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملحات خاصة ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكلة للشركة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء أركان حرب ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة شركة صوفي واللواء أركان حرب عبدالسلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين والمحاجر والملحات واللواء أركان حرب توفيق سامي رئيس شركة استصلاح الأراضي الصحراوية واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس الشركة الوطنية للمقاولات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة التوسعات المستقبلية لاستصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية خاصة في منطقة جنوب الوادي بتوشكا وشرق العوينات حيث تم عرض الجهود المشتركة لمختلف جهات الاختصاص فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بمشروعات التنمية الزراعية في منطقة جنوب الوادي والتوسعات المستقبلية المقترحة في هذا الصدد خاصة صلاحية وجودة الطربة ونسبة الملوحة وتوفير مصادر المياه وذلك بهدف إقامة مشروعات تنموية مستدامة حول تلك المناطق كذل استفادة من الجزء الأكبر من المياه التي تفقد بها وقد وجه السيد الرئيس بتطوير واستغلال القرية البحثية المقامة في توشكا واستكمال بنيتها الأساسية لتصبح مركزا بحثيا وتدريبيا عالي المستوى يوفر الكوادر المؤهلة للتعامل مع آليات الميكانة الزراعية المتطورة وأساليب الرئي الحديث وانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل وذلك لتعزيز عناصر نجاح المشروع كما تم عرض المشروع الخاص بالزراعات المتكاملة في واحة سيوة حيث وجه السيد الرئيس بتحقيق الاستغلال الأمثل من خلال هذا المشروع للخصائص الطبيعية المتميزة بالمنطقة خاصة عيون المياه النقية وجودة الأرض والظروف المناخية المواتية وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع تزويد المنطقة بالخدمات الرئيسية بما يساعد على تنمية المجتمع هناك بصورة مستدامة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض الموقف التنفيذي للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستخدام المحاجر والملحات خاصة ما يتعلق بدراسة حوكمة وإعادة الهيكل للشركة بما فيها الوحدات الإنتاجية التابعة لها على مستوى المحافظات ومصانع الرخام والجرانيت وخطوطها الإنتاجية لاستخراج المواد الخام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لمنظومة المحاجر على مستوى الجمهورية فضلا عن زيادة القيمة الاقتصادية للمواد المحجرية المستخرجة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بأن تساهم الشركة بهيكلها الجديدة في حسن إدارة استغلال الثروة المعدنية في مصر من خلال استخراج المواد الخام وتصنيعها وذلك في إطار استراتيجية الدولة الثابتة للاستفادة من الخامات الطبيعية المتوفرة في مصر بما يسهم في تعظيم قيمتها المضافة لصالح الاقتصاد الوطني والدخل القومي وكذا يعزز من الخطة الصناعية الشاملة للدولة وجهود خلق مجتمعات عمرانية جديدة عن طريق توفير الاحتياجات اللازمة من المنتجات والخامات الأولية على المستوى المحلي بما يخفف من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة